في النجف تشافى آدم لكنه جاء بهيئة ناقوس دقة لينبئ بالخطر القادم ألا وهو المخدرات التي أصبحت اليوم ظاهرة ضحاياها المراهقين الذين لم يتجاوزوا عمر الثامنة عشر هذا الظاهرة خطيرة جدا لأنه تؤثر على الوضع الاقتصادي والوضع الاجتماعي للبلد بل وحتى على سيادة الدولة وأمنها الداخلي وبالتالي ينبغي القيام بتدابير وقائية لحفظ الشباب ولمكافحة هذه الجريمة نشير إلى أن نسبة الموقوفين مراكز الاحتجاز يعني لا تتجاوز عن عشر أو اثنى عشر بالمئة من نسبة الموقوفين وهي نسبة كبيرة تدفع الجهات الأمنية إلى ضرورة اتخاذ التدابير الوقائية لمعالجة هذه الظاهرة اسبوعيا يولقى القبض على أكثر من سبعة أطفال بتهمة التعاطي أو المتاجرة بالمخدرات في النجف وهذا ما ينذر بكارثة حقيقية ضحاياها بنات الغد سجن الأحداث إضافة إلى مستشفى معالجة مدمنية المخدرات أكثر ناس اللي يراجعون عليها واللي قاعدنا أخذهم نوديهم للمستشفى للعلاج هم شريحة المراهقين الأطفال يعني ذول من الخمسة عشر إلى الثمانة عشر هذه الشريحة الأكثر ليش يعني أكو كل شوية أسباب بس أهم الأسباب هي المدرسة اللي ما بيهديش الرقابة إضافة إلى تسبب الانتصال بين الأم والأب طبعا هاي تولد مشاكل اجتماعية لذلك هذا الطفل وين يروح؟ عن ابنية أو ولد ذول يروحون للمخدرات ويرى مراقبون إن الأسباب التي تدفعهم نحو المنزلق هي عائلية في الغالب وتعليمية في بعضها نتيجة للإهمال الذي يتعرضون له في مدارسهم فضلا عن المنازل لقناة ذجنة من النجف كرار العساف ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر